سلامات للقيادات. يعطيك العافية. اه كيف قمنونا كيف الامور ان شاء الله توجيهي ماشي منيح. اه منيح استاذ. اه منيح. ان شاء الله منيح. ماشي مبين. خلينا نبدو مع بعض. يلا. عنا هذا الجدول. اختبر نفسك. اعمل شكل لويس وضبط الامور طبعا عشان تقدر اذا عندك اي مشاكل صارت استعن بالجدول اللي تعرفنا عليه مع بعض وعملنا كل امثلة اخترنا من كل نوع مثال وتعرفنا عرفنا الطلاب بالكامل على كيفية من الصيغة العامة والشكل ازواج الالكترونات ما الفرق بينها وبين شكل الجزء. كل الامور هذي تعرفنا عليها. بدي اعملكوا هيك شغل على السريع. هذي بعد ما انا فهمتك كل نقطة في بدي تفهم النقطة هذي. شوف. لما يقول لك مثلا اتش تو او. وعبوا ليش بركز على اتش تو او. لانه مهم وبيجي في سؤال اه علل عنه مهم جدا. لما نيجي نرسم الاتش رسمناها بهذه الطريقة الاتش تو او. وهنا رابطة هيك ورابطة هيك. وهنا ازواج الالكترونات غير رابطة. هذا شكل لويس بس هنا طبعا نقاط. شكل لويس. لويس. او لويس. او اي اشي او اي لفظ. لو سأناك ما شكل ازواج الالكترونات. ازواج الالكترونات. من وين بدك تجيبها. ازواج الالكترونات مرتبطة مع اللي هي المجموعات الالكترونية. يعني المجموعات الالكترونية اللي هي هدول. عدد مجموعات الالكترونية. عدد مجموعات الالكترونية. وشكل ازواج الالكترونات نفس الفكرة. كيف يعني يا استاذ مش فاهمين. مجموعات الالكترونية ايش اتفقت انا. كم مجموعة الالكترونية حول الضرع المركزية. يعني هي بتقول مثلا واحد اتنين تلاتة اربع. معناها شكل ازواج الالكترونات رباعي لأوجه لو رسمنا الآن H3 بشكل لويس كم مجموعة الكترونية 1 2 3 4 يبقى رباعي لأوجه 4 مقابل 4 4 مجموعة الكترونية لو رسمنا مثلا CO2 كم مجموعة الكترونية 1 2 طبعا نحن نتفقنا الربط الثنائية والربط الثلاثية بتنحس بمجموعة واحدة يعني كان الأستاذ عامل مجموعات الطلاب هذه مجموعة فيها طالبين ثلاثة هنا أربعة ما لك اجدعوا لعدد الطلاب قديش بيضلها اسمها مجموعة يقى مجموعة مجموعتين يبقى عدد المجموعة قديش اثنين يعني لو عندك نوقتين ايش بعملو خط مستقيم فايش هيكون هذا خطك تمام لو عندك مثلا P F 3 هاي P هاي F واحد هاي اثنين هاي ثلاثة قديش عدد المجموعة الالكترونية واحد اثنين ثلاثة يبقى اسمه مثلث مستون من ثلاثة مقابل مثل ثلاثة اثنين خط اربعة رباعي يبقى ازواج الالكترونات وعدد المجموعة مرتبطين في بعض هاي نقطة اولى في نقطة تانية اشي هي اذا لقيت الجزائق اللي انت بتلسمه زي هذا P F 3 احنا بدنا اللي هو شكل ازواج الالكترونات وشكل الجزائق في فرق بينهم شكل ازواج الالكترونات يعني كل الالكترونات الموجودة حول الضرر المركزية شكل الجزائق الرابطة فقط يعني في الانات تشثرية شكل الجزائق تكش تحسب هادي تكتحسب دول بس في شكل ازواج الالكترونات تجدين حسبه كلهم فهنا بتأصير اسمه رباعي تمام طيب كيف تعرف انه المركز أمامك الجزاء الأمامك الاسمين زي بعض اذا كان الجزائق زي هذا مفيش فيه ازواج الالكترونت غير رابطة فيش فيها لا يوجد ازواج الالكترونت فبكون شكل الجزائق ًا ازواج الالكترونت وشكل جزائق نفس الاسم نفس الاسم يعني مثال يالله ما سيطل نحن محمد وين CO2 شكل الزواج الالكترونت خطي وشكل الجزائق خطي شكل الزواج الإلكترونات رباعي لكن شكل الجزئي حطي ذلك على الإلكترونات ايش بيضال عندك هرام ثلاثة قاعدة تعجب بي أف ثري ايش اسمه مثلث مستوين طب شو اسم شكل الجزئي ايضا مثلث مستوين طب دعا ناخد الماء نحاول الماء قديش عدد مجموعات الإلكترونية حوله اي واحد اتنين تلاتة اربع يبقى رباعي لكن شكل الجزئي مش هيكون نفس الاسم عشان فيه أزوج الإلكترونات أزوج الإلكترونات كيف حتكون في الماء هاي المجموعتين هيك وأتشهان وأتشهان بتخفي هاي بصير ايش منحني تمام النقطة هادي هادي أسرار الجدول وتفاصيلها البسيطة هجيت نطرق إلى نظرية رابطة التكافر اللي فهم دور الأفلاك في تكوين الرابطة بين الضرات في الجزئي والتي تعتمد في أصلها على منفهوم تدخل الأفلاك والأفلاك المهاجئة أنا أقول لك آآ آآ نعم إيش في الساز ملك تعال أقول لك إيش مالي واحد يجيز خفيف دم ولك مالي في جيبي بض بض شوف معين أنت تعلمت شكل لويس خلينا نأخذ للغز الميثان أيو بعدين يجيز نظرية رابطة التكافر نظرية تنافر نظرية تنافر أزباجك تنون التكافر قالت الشكل مش زي هيك الشكل هيك في الفراغ بتوزع والزوايا بتكون متساوية بقدر المستطاع اللي يصير التنافر بينها أقل ما يمكن حتى نحصل على جزئ ثابت طيب إيجوا هالقيت بدوا يبدوا يحكوا نظرية رابطة التكافر شو هادي أنا قعد بتدرجلك شايف كيف الدروس إنه ليش يحمل مور بالمراحل هادي هذا فهمنا أنه كيف نعمله وهادي فهمنا أنه تضح أنه فيه تنافر بين أزواج الرابطة والغير الرابطة والكلام هذا فأصبح شكل في الفراغ هكذا طيب إيش قصة رابطة التكافر بيجي بقولك أنت هالقيت باشي بتعمل سي رابطة أتش زي هيك يعني هادي الرابطة مين عملها مين الفلك اللي في الأس أتش ومين الفلك اللي في السي اللي عملوا هادي الرابطة لما نعمل توزيع اكتروني مين اللي بعمل ومين بعملش ووش القصة بنا نرفهم القصة هذه فلن ندرس نظرية رابطة إيش التكافر فالنظرية هنا بيجي تمر بمرحلتين اللي تعتمد على أصلها على شغلتين مفهوم تداخل الأفلاك اللي هو تداخل فلك من أتش مع فلك من سي لتكوين هذه الرابطة ثم اتضح أنه فيه بعض الأخطاء يعني منلجأ إلى مفهوم آخر اللي هو اسمه الأفلاك إيش المهجنة خلينا ناخد جزء الأول وهو نظرية رابطة إيش التكافر تفترض أن الرابطة التساهمية شايف كيف يعني هاي سي رابطة أتش ناخد جزء من السياتش فور مثال هذا توضيحي تفترض أن الرابطة التساهمية هادي تنتج من تداخل فلكين فلك حيكون من سي وفلك حيكون من أتش ما لهم الفلكين هدول نصف ممتلئين يعني هذا فيه إلكترون واحد فقط وهذا فيه إلكترون واحد فقط مكونة منطقة مشتركة تسمى منطقة التداخل وهو هي إيش وهي الرابطة وحبوش يعرف منطقة التداخل مهم التعريف نظرية ومهم تعريف منطقة التداخل بتقول له منطقة مشتركة تنتج من تداخل فلكين نصف ممتلئين وتوجد فيها إلكترونات الرابطة وتوجد فيها إلكترونات الرابطة ها هاي نقطة يبقى منطقة مشتركة تنتج من تداخل فلكين من العنصر المكونين الجزائي العنصر والعنصر نصف ممتلئين شرط هنا وتوجد فيها إلكترونات الرابطة ينتج عن منطقة التداخل نوعي من الروابط سيجما وباي يعني إحنا عنا هنا روابط زي في السياتش فور كل الروابط الأحادية اسم سيجما ولو عملنا زي قبل شوية السير اللي هو مركب ثاني واحدة بتكون سيجما والتانية باي الباي هالجيت بنا نحكي فيها والسيجما نحكي فيها هنتبهوا معي هنا عنا في صفحة 77 وفي بعض الملازم الجديدة باختلف الرقم لأنه أنا يعني أعملت ترتيب بس فصار فيه اختلاف الأرقام أما ما تقلقوش الأمور زي بعض كان عندما عامل إيش بأقولكم إيش هي رابطة سيجما وإيش هي رابطة باي بناء على الرزم رابطة باي هذي انسوها رابطة باي انسوها مدام رابطة باي انسوها فبالتالي كل مركب وكل جزء فيه رابطة ثنائية هننسى زي السي أو تو سي أو سي أو بدل ننسى لكن فيه مركبات بخلاش الأمر إنه نحكي فيها زي الأتش تو أو هذه ما فيه رابطة ثنائية هي ولكن أزواج الكترونات الغير رابطة فيها والأن أتش ثري عشان فيه جزئية بتخصهم هحكي فيها لما يجي موعدها تعالوا مع بعض الآن نتكلم فقط عن رابطة سيجما هذه الأمامنا مش أمثلة بس بدأ أرجيك كيف تتكون الرابطة سيجما تعريف الرابطة سيجما رابطة قوية قصيرة يعني هذا القلم لو بدأ كسره بكسره سهولة بس الغطايا نفسها لو بدأ كسرها بقدرش تمام؟ هذا القلم لو ضغطنا عليه هنا مش حابة أضغط عليه يعني فندامنا وهيك يعني حركات رابطة قصيرة قوية تنشى من تداخل الفلكين بالرأس حيث تتوزع الكثافة الإلكترونية على طول المحور الواصل بين نواتي طبعا وانت سألت منيش نتعامل الخطوط كان فيه مقارنة بين رابطة صيجما وبي بس يتخلصنا الكلام هذا مش هنحكي عنه فقط التعريف والآن بدأ رجيك كيف تكترسم الرابطة صيجما شوف معي كويس في الموضوع هذا في عنا يا أفلك أس يا بي فقط يا بي يا أس يا بي بتعرفوا كلكم شكل فلك أس لهو إيش كروي وبي إيش عامل كوميثري فلو نعمل إحنا فكرة التداخل بين أفلك أس حتكون دائرة وبتيجي ترسم جبالها دائرة وهذه منطقة التداخل وهي الرابطة صيجما رابطة أحادية هين نوع لو طلب مننا نرسم هين نوع طيب لو نرسم إحنا مثلا بديش أمدي أمثلة بتدرجيك كيف الشكل بدين نبدأ ناخد أمثلة لو بدي أرسم الرابطة صيجما بين عنصر حيكون في فلك أس وعنصر تاني حيكون الفلك بي باجي برسم دائرة برسم محور زي هيك وهي دائرة وباجي هنا وبعمل كومثرة وبقول منطقة تداخل هذي الرابطة صيجما لو بدي أرسم الرابطة صيجما والرابطة متكونة من أفلاك بي وبي بعمل زي هيك وزي هيك وبغلو هذي الرابطة الأحادية صيجما تعاني شوف الأمثلة اللي بيكون رسمتها زي هيك واللي زي هيك تمام؟ هاي المربع الفوق مهم جميع الظرات جميع الظرات تستخدمها فلك بي في عمل الروابط مع عدل هيدروجين يستخدم فلك أس معلومة كتير مهمة يبقى كل فلك تستخدم بي مع عدل هيدروجين يستخدم أس لنفش اللي عنده إلا هو كويس؟ طيب عدد الإلكترونات المنفردة في التمثيل الفلكي يساوي عدد الروابط الشركي يعني كم إلكترون منفرد عندك في التمثيل الفلكي ما نهى عدد الروابط تعال نبدأ مع بعض في تكوين الروابط بإسخدام طريق تداخل أفلاك الذري هذه طريقة اسمها طريق التداخل الأفلاك الذرية وبضيف برنات كلمة إيش البسيطة طريق تداخل أفلاك البسيطة أو طريق تداخل أفلاك الذرية البسيطة نبدأ في الجزئات ثنائية الذرة يعني فقط اتنين نيجي مثلا للCL2 كيف تكونت الرابطة صيجمة في CL2 بسألك كيف تكونت الرابطة صيجمة ووضح طريق التكوين الرابطة صيجمة في CL2 وبكون مديك طبعا ايش عدد الذر 17 ابتيجي بترسم انت CL1 17 توزيحها الالكتروني NI10 وبعدها بيبدأ 3S2 3B 5 هاي السبعة و10 17 ارسم تمثيل فلكي للخمسة 1 2 3 4 5 هاي عندي الالكترون 1 منفرد معناه بشكل رابطة 1 فهمتوا النقطة هذه تمام طيب العنصر الكلور هذا فأناه مجموعة 7A الهالوجينات في كل بر يود عناصر مجموعة السابعة كلهم بعملوا رابطة وحدية عشان نشيك عليهم خلاص نصير مختمين عليهم مش كل مرة احنا نصير بذا نعمل توزيح ما هو توزيح هذه من ضمن الخطوات العليا علامات لكن هنصير ان شاء الله فهمين انه عناصر مجموعة السابعة بعملوا رابطة واحدة يبقى معناه الكلور هشكل رابطة احدية مع الكلور وضح بالرسم الفلك الامامك هذا هده بتشهده الافلاك الثلاثة بي وهذا X Y Z تيجي بترسم مع محور الفلك الوحيد اللي فيه رابطة الاحادية هو اللي بعمل الرابطة هذا شكل كومثري اللي هو اسمه ثلاثة ب Z وهذا الثاني واللي ايضا اسمه ثلاثة ب Z هذا التداخل هنا هذا الرابطة الاحادية اللي بين ثلاثة ب Z و ثلاثة ب Z رابطة سيجمة وهيك الرسم طب ناخد هنا HCL بلدى حاول اعملكم الثلاثة الوان انواع زي اللي رسمتم قبل شوية في الورقة هذه هنا HCL لا تكون ما تكون عدد الذري لهذا وهذا الهيدروجين واحد توزيعه نصف الصف عفش يوزه تعود يكتبه هنا غاز الهيليون في البداية بقولوا وين الغاز الخامل يا ستاج فيش غاز خامل يا حبيبي هذا واحد في الشلة واحد والكلور 17 عمانو موزعنا بس يلا كمان مرة N10 3S2 3B 5 ارسم تمثيل فلكي لهذا هاي الكترون منفرد يبقى بعمل رابطة وارسم تمثيل فلكي للB هاي 1 2 3 4 5 عندك ترون منفرد يبقى بعمل رابطة لو فيش عندك المكترون منفرد نظرية الأفلاك الذرية البسيطة تفشل بقول لك هادي هم كانوا هيك يفكروا بقول لك بعملش روابط هادا بقول لك ها كيف عمل الجزائي بقول لك أنا عارف بقول لك أنا عارف كيف بدي العلماء راعملوا فكرة التهجين عشان يبينوا كيف بصير الروابط حناخد الجزائيات ما فيش فيها الالكترون منفرد فهم كانوا يفكروا هيك كانوا يفكروا انه دولا بعملوش روابط العناصر هادي تعملوش روابط طيب يالله هالقيت نيجي نرسم التداخل اللي صارت بين ال H رابطة C L هادي الرابطة هادي كيف تكونت تعال ورسم ال H انت هذا كيف ترسمه بدائرة دائما الدائرة للهيدروجين ويعمل محور شوف المحور كيف عملته حول القوات الله بالله طيب تعال نرسمها قيتها هذا 3B X 3 B Y 3 B Z اللي بقى فيه كيف ترسمه منفرد 3B Z فبتروح بترسم هنا كم ثرية صغيرة هيك وذا بدك الجهاد يخليها صغيرة عادي ها ورسم هنا هيك شطب واكتب الرابطة Sigma هادي الرابطة اللي هي تكونت بين ال H C L ولكن مين الافلاك اللي صنعت الرابطة مين الافلاك اللي صنعت الرابطة بين H C L يقول له هنا الفلك S من الهيدروجين الفلك S ومن الكلور 3B Z يبقى هاي كومثري كومثري هاي C L رابطة C L 3B Z 3B Z هنا S 3B Z بين H و C L طب ها قيتبتنا مثلا وين مثال خلصنا الأول والتاني ناخد الهيدروجين H2 تاخد واحد منهم بتوزع واحد S 1 تمثيل الفلك واحد تعال ارسم ترسم محور كل هيدروجينة دخلت بفلك S يعني دائرة مقابل دائرة وهنا تعملت زي هيك بتضل المنطقة رابطة سيجمة هيدروجين رابطة هيدروجين S رابطة S هذه الأفلاك لصناعات الرابطة هذه بسمونا ضريط ايش الأفلاك أو تداخل الأفلاك الذرية البسيطة غلبانه بتفكر انه بس الالكتروني المنفرد هو اللي بصنع الرابطة عشان طلاب المعهم المالزة بقولك إيش الشكل هذا الساز هذا منحنا خاص بالهيدروجين ولغوه الحمد لله ومفروض يلتق من 300 سنة مش من المرة هادي هاي رسمة قبل شوية رسمت أنا بتخص الهيدروجين هين عملت توزيع الالكتروني وعملت داخل كروي وكروي هيدروجينة مع هيدروجينة الأفلاك لصناعات الرابطة S هذا زي ما بتقول كلام التحت بخص الشكل إنساء هاي هنا F2 اللي عملت أنا ثواني الـ F2 هادي نفسها اللي أنا عملت CL2 CLCL نفس الفكرة بالضبط بتعمل أنت توزيع الالكتروني هاي أنا محلة هاي نعم توزيع الالكتروني الالكترون واحد فقط بتالي رابطة وحادية وهم فيه كل بريود فيه كل بريود عناصر مجموعة السابعة بيعملوا رابطة وحادية واحدة فقط لعندهم اكترون واحد منفرد وبترسم كومثرة قبل كومثرة وبتقول له F رابطة F عملها 2BZ 2BZ بس في الكلور قبل شوي من اللي عملوا الروابط 3BZ 3BZ عشان هذا بصل للمستوى الثالث أم هذا في المستوى الثاني إيش في عنا كمان وهي الـ HCL أيضا اللي عملنا هايو هاي الـ HCL وزانا H وزانا CL لقينا هنا فيه الكترون منفرد وهنا فيه الكترون منفرد قلنا بنفع الهيدروجين الكورة وال3BZ اللي هي كومثرة وقلنا اللي عمل HCL S 3BZ هاي شوف هنا اللي عمل HCL من H أخدنا S ومن CL أخدنا 3BZ هايو الفلك اللي فيه الكترون منفرد C 2 أيضا العمل نعملنا هايو هلقيت O والأن هذا خلص هدول مش هنعمل هون ماشي بديش أشطف في المنزمة O والأن وعبولي ليه أستاذ حبيب قلبي لأن الاكسجين رابطة ثنائية والنيتروجين رابطة ثلاثية وإحنا قالونا الرزم قالت لنا اكتفي بالرابطة الأحادية فقط اكتفي بالرابطة الأحادية فقط ما تقربوش على الثنائية والثلاثية فدول اتنين اشمالهم عدوا قلت سرت ميتر سالة سبتون ما عملتون مش عافشو هذا طول الرابط أيضا ملغي هذا أيضا ملغي اللي هو الرابطة والكلام هنا تمام ها قلتنا بدأت توقف حوقف في الفيديو لهان وعمل فيديو تاني بخص اللي هي جزيئات متعددة للذرات اللي خلصناهم جزيئات اشمالهم احاديت ثنائية الظرات يعني عملنا احنا عملنا H2 عملنا CL2 عملنا F2 كانوا مفروض نعمل O2 N2 بس دول ملغيين عملنا HCL لاحظ ضراتين 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 طب لو عنا كتير يعني عنا يكون NH3 4 3 1 4 ضرات لو عملنا H2O 2 1 3 ضرات كيف بكون الموضوع يعني الموضوع ببساطة بلغي سهلة يعني كورتين في بعض كورتين في بعض كورا وكمثرا يعني هذا كلام فاضي صح كلامك وكل سهل إن شاء الله وبإذن الله سلام حياكم الله متحياتي لكم وشكرا على يعني الدعم الدعم الخيالي أنا براجع يعني براجع الفيديوهات وروحت على الفيديو في الوحدة الأولى لقيته 3500 وكم لايك لقيتهم 3 ما شاء الله يعني عن جد من الله يحرشتون يعني دعمكم كتير كتير لذيذ يعني سلامات